ببالغ الحزن والأسى تنعي نقابة الفنان العراقي رحيل الفنان العراقي مكي عواد والذي وافته المنية اليوم سالين المولى عز وجل أن يتغمده برحمة الواسعة وأن يلهم ذويه ومحبي وزملاء الصبر والسلوان وإن الله وإنه إليه راجعون الجدير بالذكر أن الفنان مكي عواد فنان كوميد عراقي مثل عديد من المسلسلات والمسرحيات في العراق الفنان مكي عواد من مواليدة 1954 حاصل على شهادة الدبلوم من معهد الفنون الجميلة وبكالوريوس إخراج كلية الفنون الجميلة بغداد وماجستير إعلام ودكتوراء إعلام وعمل 42 فيلم وأكثر من 60 مسلسل تلفزيوني أكثر من 72 مسرحية جماهرية بالعراق ومهرجان أيضا البحر المتوسط في إيطاليا ومئة مسلسل إذاعي بعض من أعمال الفيلمية بالإضافة إلى فيلم باب الحبيبتي اشترك بالتمثيل عام 1978 بثمانينات اشترك في مسرحية أم خليل اللي قدمت على المسرح الوطني تأليف خالد الدوري وأخراج محسن العلي اشترك بها الفنانون غزو الخاد وجاسم شرف وأمال طاه وآخرون ثم قام بدور الشاب في بيت وخمس بيبان ومنتصف الثمانينات وعام 1987 اشترك في فيلم باب الحبيبتي اللي ذكرناه بالإضافة عام 1989 اشترك في فيلم وجهان في الصورة وأخيرا شارك في مسلسل باش عام الفنان مكي عوات جائزة عالمية في مهرجان الطفولة العالمية بإيطاليا بحضور لجنة تحكيم من أربع دول هي أمريكا والسويد وتونس ومصر عن دوره في فيلم حرية وحصت كذلك الجائزة الأولى في مهرجان البحر الأبيض متوسط بمشاركة 57 دولة عن مسرحية بيت وخمس بيبان ونال جائزة مهرجان القائرة كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل عالم الست وهيبة إن الله وإن الله يراجعون اكتبوا التعليقات شنو أكثر دور تذكر الفنان الراحل المكي عوات ترجمة نانسي قنقر